بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرأة جابة المصفوفات ومع الجزء السادس من الدرس الرابع تعلمنا فيما مضى على كيفية إيجاد معكوس المصفوفة والآن نتعلم طريقة حل نظام خطي باستخدام معكوس المصفوفة ومعنى نظرية تقول if A is an invertible matrix لو أن A مصفوفة لها معكوس فإن النظام الخطي الذي A له هي منصفة معاملات AX equal B هذا A unique solution له حل وحيد ويعطى هذا الحل بالصيغة X بتساوي A-1B قبل أن نبرهن ذلك في البداية تعلمنا أننا يمكن أن نضع النظام الخطي على الصورة مصفوفة المعاملات A مضربة في مصفوفة عبارة عن عمود واحد للمجهيل وفي الطرف الأيمن مصفوفة تعبر عن النواتج فنبدأ بـ AX تساوي B حتى نتخلص من A نضرب طرفي المعادلة في A-1 من اليسار نعلم أن A في A-1 يعطي مصفوفة الوحدة ونعلم بعد ذلك أن مصفوفة الوحدة حينما نضربها في أي مصفوفة أخرى تعطي نفس المصفوفة لذا فلو بدأنا بنظام خطي على الصورة AX تساوي B كان حل هذا النظام عبارة عن حاصل ضرب معكوس مصفوفة المعاملات في مصفوفة النواتج ومع هذا التمرين لدينا النظام الخطي 2X زائد 3Y يساوي 1 و3X ناقص 4Y يساوي 2 نكتبه على شكل مصفوفي هذه هي مصفوفة المعاملات وهذه مصفوفة المجهيل وهذه هي المصفوفة B نعلم أن الحل X تساوي A-1B ففي البداية علينا أن نحسب A-1 معكوس المصفوفة A باستخدام النظرية التي أخذناها نحسب في البداية محدد المصفوفة A وهو يساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 2 في سالب 4 ناقص القطر غير رئيسي 3 في 3 سالب 8 سالب 9 يساوي سالب 17 أي أنه لا يساوي الصفر يعني المصفوفة A لها معكوس Invertible Matrix كيف نحصل عليه باستخدام النظرية A-1 يساوي 1 على سالب 17 ثم نبدل عناصر القطر الرئيسي سالب 4 و2 وعناصر القطر غير رئيسي فقط نغير إشارتها الآن بما أن X تساوي A-1B مصفوفة المتغيرات X فيها X و Y المصفوفة A-1 حصلنا عليها سالب 1 على 17 في سالب 4 سالب 3 سالب 3 موجب 4 يساوي سالب 1 على 17 سالب 10 موجب 1 وفي النهاية هذا يساوي إذا قسمنا على سالب 17 10 على 17 سالب 1 سالب 1 على 17 الآن عندنا هذه المصفوفة تساوي هذه المصفوفة إذن فالعنصر الأول يساوي العنصر الأول بمعنى أن X تساوي 10 على 17 فالعنصر الثاني يساوي العنصر الثاني Y تساوي سالب 1 على 17 يساوي العنصر الثانية سالب 4 تساوي العنصر الأول